اشتركوا في القناة يعنيها كلها دلع وشقاوة عارفة يا بيت الرجالة ما يحبوش الستة الكائبة النكادية ولا الزنانة يحبوا البيت كده تبقى فرفوشة ونعنوشة ونغنوشة أصل الرجالة دول عمين زي العيلة الزغيرة أستاذة يا قبلة فين يا أخويا الكاتشاب كل مرة أقول لكم فين الكاتشاب أستاذة يا معلمة والله اسمعي يا فولة روح يلغي البنتين دول وصحبيهم وتكلمي معاهم وأقول لهم اللي أنا معايزة تتكلم معاهم ما تقلقيش علي يا قبلة ده أنا اللي هلوبة بتاعتك ده أنا اللي بتعلم منك أسول الشغلانة وسر الصنع سر التو حاكمينتي يا بيت إيه بكاشة أكتر واحدة بتدحكني في البيت كله إنتي وأكتر حاجة بحباها فيكي إنك بتسمعي كلامي كده غوميدي طبعا يا قبلة أسول الشغلانة بينان يقول حاضر ونع صح يا بيت كفاياك يرغي بقوا ميكانيكا فاضية خدي بعضك يلا وقومي اتكلمي معاهم وحطي لهم السم في العسل وهقلمه كمان يا قبلة عدي على ساعتك ثلاث دقايق يكونوا عندك ويكونوا تحت رجليك يوه نسيت ألبس الساعة تصدقي اسمعي يا بيت فكرينا بقى أقول له بفرس وهو جاي يجيب لي ساعة ألماز هاناية الاثنين يا قبلة بتسلم عينك يا أختي بيت إيه يا قبلة شكلك يا بيت تتغير كده ليه اسمعي أنا هوديك للزبانة اللي بيحبوا البنات اللي شكلها هندي حاكمينتي شكلك قلب هندي هندي ولا فرنساوي بحطت إيدك يا قبلة يلا يا بيت على وضعك خلاص سمت على فكرة ده ده part one ده انت لسه بقى مشوفتش الجزء الكلتاني عندنا عشان لو تحب تتفرج عليه ايه؟ انا مش مصدق نفسي انا كمان مصدقتش نفسي لما شفته معقولة؟ معقولة؟ ده معالي الباشا؟ صحيح جيوبيت ده سافل ما بيرحمش حد انا آسف ان انا جرحت مشاعرك المشاهد الفجة دي بس هنعمل ايه بقى؟ معالي الباشا طلع رجل خلوص غير ما بيبان خالص بصوره في المجلات والجرائد يعني الوقار والهيبة صحيح انا بشتغل معالي صابر باشا لكن برضو احنا مصدقين زي بعض قولي بقى انت مين تشتغل مع مين؟ اللهجة كده مش عجباني جمان حس ان السؤال مش مظبوط قوي ومع ذلك هجاوبك علي تقدر تعتبرني فعل خير رشول في ناس وحشين بعتني ليك والناس الوحشين دول بقى طلباتهم ايه؟ ايوه هو ده بقى السؤال الصح كده؟ طيب نخش بقى في الجد يعني يا عشجان ناس اجان بوسود بيتلعوا ياخدوا شنط ويمشوا المهم الشنط دي فيها امه مخدراته ولا مفاش لا اله الا الله يا باشا اكدب عليك يعني عشان تصدقني وعليا النعم اللي انا شفته قلته عشجان نعم الكلام الحمص ده ما باكلش معايا بتكش قليبي تقب وتختصي مهم تعرفيه لي شنط دي فيها حشيش ولا مفاش هو امرك سيادتك بس لمؤخذة باشا يعني لمؤخذة يعني انا اللي يطلب عند سيادتك كعني لو ما فيهاش رخامة اعزن الناس دي بالتجر في الحشيش اعزن؟ اه اعزن والسيادتك كعني قفاشتهم ومتلبسين كمان وودتهم ورا سابع ارض يا باشا الناس دي مش هتسبني وانا ماليش ضاهر يا مؤخذة تأكدين انت من اللي انا عايزه وصاعدتها عبعدك تشترق اي حاجة من تحن يا باشا ده ايه البقين دول لما اخذة يعني الفيلم الهابط ده يخيل على الناس زي دول دول يفرموني يا باشا يفرموني جرابت في ايه؟ قلتلك انا هحميكي اوامرك يا باشا لو انها شكل انا اللي هلبس اسود في الاخر قولك احبسك من دلوقتي وانت بس يا باشا اوامرك يا باشا اوامرك انزل يلا غوري حاط ايدك عيب خذي ده نصيبك كم دول يا باشا؟ انت مالك يا بيت هتعد وراي ولا ايه؟ الى الدهوم لك تاخدوهم من سكات ما قصدش يعني يا باشا انا يعني بس تلبس من باب العلم بالشيء سيء لما اخذيك يا شطان اسمعيني كويس انا عايزك اليومين دول تقليلي خروج شوية حركي من البنات اللي حواليك وكن انت في البيت لغاية ما الحكاية دي تهدى اوامرك يا باشا ضعبان محتاج ارتاح انا عايز افهم بس انتي قلقاة من ايه؟ هي اول مرة انا كل اللي طلبها منك انك تطويني وتركزي في حبلك ده ايب عليك يا ارمي الاحمال على اشجان وانا شايلة يعن ده انا تربية ميت عقبة يوانا انا بقيت اكبر ديرر في مهندسين ما في حد يعرف يدب رجل في المنطقة بتاعتي اما ليه؟ عارفة العيال بتضرب وضرب؟ بطالوا وبياخدوا مني حشيش العيال بتضرب ماكس بطالوا بياخدوا مني حشيش يولي عشجان الحشيش من ايدك عسل 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 مالوش حل بنعمل دماغ كده من غير منرول يا بنت اللعيبة ده انت بقيتم استاذة ايب عليك؟ تمامي ستة ديرر انت حتوصل لي الحاجة بسرعة وتجلنا عشان عندنا النهاردة عزومة بالليل وما فيش حد بيشرف عليها غيرك وحطوها في معطبخين وعليا النعمة من نعمة رب انا لولا بس تصريف البضاعة دي النهاردة انا مكنت سيبتكو ولا خليت حد غريب يدب رجلو في البيت ابدا معلش خلاص انت بس مشوارك وتعالي قبل الطباخين ما يجوا عشان ابقى متطمنوا رح يا الشيخة إليها ربنا طمن قاله وتقلقوش انا هنجز واجهلكو في الهو يولا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم عارف لولا البتة اشجان دي علينا المرة اللي فاتت كان زمانا روحنا في ستين دهية ده احنا زعق لنا نبي ايه والله صحيح ما قلت ليش شو ليه؟ هو قنقل محمد سافر ولا لسه؟ اه لسه متداري في عزبة بشاندي مستني لما طلع له الباسبور المضروب عشان يهج على بره ربنا يسطر علينا احنا بقى احسن البوليس ميركز ومفتح عينه على الآخر واحنا ملنا وبعده اللي معاه اشجان ما بقى شعلان انا بقول حكم اخذب بالله هي حتلبس الليلة واحنا في السليم اه بس تخلي بالك احنا لازم نخلص من البضوع اللي هنا ونشوف لها مكان تانج لا ما تلقيش يا حبيبتي انا شفت شقة كده تنفع مغزن وبكرة حمد العقد قول والله اه والله الحمد لله بجدة تمنتني انا كنت علقانة جدا انا عالمي خلي بالك طب بقولك ايه؟ قوم بقى شوف لي المسلسل بتاعزابولد الحصنها الجديد نفسي شوف اللي هيحصل النهاردة في الحلقة ايه؟ حبيب شمع عليكم اشتركوا في القناة احنا مالي باترعش كده رفائر انا قل انا كده ليه؟ ايه؟ وانا مايلي وش هم اللي عملوا كده في نفسهم؟ خطيعة تقطاعهم وهم لو مكنوش مبيعوا الحشيج دلايح وكان عندهم ضمير ما كانش حصل اللي حصل ولو كانوا زويدوا نسبتي كان ايه اللي حصل يعني؟ ما كنتش عملتين كده ولا مشي في الحرام هعمل ايه طيب؟ هــــــا هــــا يا هلوه أرى لها حفظة يا هلوه؟ هايتامل عليها حفظة في الاسم ايه؟ سيدي ايه كي بقولها؟ على فك ما الحاجات دي مش بتاعك دي مكتوسة علينا؟ هنتمش حعرفين يا بنت مين ولا ايه؟ والله لو وديكم كلكم في ستين داحية تلك البيئة الشجان يا جماعة حد يطلعها طرق تعاليا هتامل عزامك؟ اختي بالسلامة والنبي هاته حاشيني العاشرة برضو متهنش غير على ولاد الحرام بس هنقول ايه؟ المشير بطل اخره كده هنعمل ايه؟ عزبي الله ونعمل وكيب ووسطه البلد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة